موسيقى الأسد ملك الغابة وثاني أكبر السنوريات حجما حيث يعيش معظم الأسود في قارة إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى يعيش الأسد ضمن قطيع يتراوح عبد أفراده بين أربعة وستة أسود بالغة إذ يتكون القطيع غالبا من ذكرين بالإضافة إلى ثلاث أو أربع لبؤات إلى جانب الأشبال الصغار يصل ذكر الأسد إلى مرحلة النطج الجنسي عند بلوغه سن الثانية تقريبا إلا أنه لا يتمكن من التزاوج إلى أن يصل إلى عمر الرابعة أو الخامسة حتى يكون قويا وقادرا بما يكفي ليسيطر على القطيع ويكتسب الحق بالتزاوج مع اللبؤات عدة مرات خلال العام ما لم تكن اللبؤة مرضعة أو حاملا إذ يحث التزاوج على الإباضة وبالتالي حدوث الحمل وبعد مرور فترة حمل تصل إلى ثلاثة شهور ونصف تلد اللبؤة عادة ما بين واحد إلى أربعة أشبال تختار اللبؤة مكانا منعزلا وتظل فيه مع أشبالها مدة ستة أسابيع قبل أن تعود للانضمام لأفراد القطيع مجددا ويبلغ وزن الشبل حديث الولادة نحو واحد فاصل ثلاثة كيلو جرام ويتميز بفرائه البني المائل للإصفرار والذي يحتوي على بقع داكنة اللون تبدأ الأشبال بتناول اللحم عند بلوغها الشهر الثالث جنبا إلى جنب مع رضاعة حليب الأمهات حتى الشهر السادس في حين أنها تبدأ بالمشاركة بالصيد بعد بلوغها الشهر الحادي عشر لكنها لا تعتمد على نفسها قبل أن تكمل عامها الثاني من الجدير بالذكر أن نسبة موت الأشبال تصل إلى ما يقارب 80% خلال أول سنتين من عمرها حيث يعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها الجوع في مواسم نقص الغداء وهجمات ذكور الأسود الأخرى على القطيع عند بلوغ الأسود عامها الثالث فإن جميع الذكور تغادر القطيع ويختار بعضها العيش بشكل منفرد لتصبح فرصها بالتزاوج قليلة جدا مما يدفعها لمحاولة السيطرة على القطيع بعد أن تكتسب القوة اللازمة عن طريق إنشاء تحالفات فيما بينها حيث تبدأ بمهاجمة القطعان الأخرى وتبدأ بقتل الأشبال لكي يتسنى لها التزاوج مع إناث قطيع والتي ترفض عادة التزاوج عندما يكون بحوذتها أشبال صغار وبعد السيطرة على القطيع تبقى بعض الإناث لتعيش في القطيع وتتزاوج مع الأسود الجدد في حين أن البعض الآخر قد تغادر لتعيش في قطيع جديد أو بشكل منعزل عادة تعيش الأسود في المحميات لمدة تصل إلى 25 عاما أو أكثر أما الأسود البرية فنادرا ما تعيش لمدة تتراوح بين 18 أعوام ويعود السبب في ذلك إلى تعرضها لهجمات مختلفة من الأسود الأخرى أو إصابتها أثناء عرافها مع الحيوانات المفترسة ترجمة نانسي قنقر